حس شت اليوم دقول بيوم من الأيام واحد اسمه مظلوم طلع على باب الله يسترزق فبطريق الصدفة شاف المقدي يقدي بالشارع ويصيح الله لا ينطي اللي ينطيني مظلوم استغرب من كلام المقدي فكر شلون الناس تنطي وهو ده يصيح الله لا ينطي اللي ينطيني وقف مظلوم قدام المقدي وسأله قال له عمي انت ليش يشي قاعد تقول ليش يشي قاعد تحشي إذا ما تريد أحد ينطيك أصلا شك وقاعد تقدي صاح المقدي بمظلوم قال له روح من يمي ما لك شغل مظلوم زاد الفضول عنده وابتعد عنه بس بقى يعني يريد يعرف وأصر ليش الحجي يحشي هيتو وده يحشي بهالشكل ظل مظلوم يراقب الشايب وانتظر سمار الليل قام المقدي يمشي بعوشيته ويتوچع عليها وينيش ندربه وظل يمشي المقدي ومظلوم يمشي وراه الحد ما وصل الشايب البيت هم واللي صاير عبارة عن خرابة مظلوم شاف الشايب طب للبيت دق الباب عليه طلعت لعجوز فتحت الباب قلت لتفضل يمه أمر خدمة قل لها حجية أنا اجيت على الحجي أشوفه واني وياه على معرفة قديمة وهس اجيت أريد أسلم عليه رحبت بي الحجية دخلتها للبيت اجو مظلوم للشايب وسلم عليه وهم عاطبي قل لها انت متابعني ش تريد مني قل لها حجي انت شلون عرفتني أساسا انت مبين من عوشيتك وشنت اتني شنو الطريق مبين عليك ما تشوف أعمى رد علي لمقدي قل لها عرفتك من صوتك مظلوم قل لها ساي ملا عليك آني كتني الفضول وأريد أعرف ليش تقول الله لا ينطي اللي ينطيني رد علي شايب بحزن قال لها عمي آني بيوم من الأيام شنو تشاب وكانت عندي سدابة تجلكم الله شنو تأشتغل بيهن على باب الله وشو غلي حمال أحمل بضايع علي هنو عايش إلا أن اجي يوم من الأيام اندق بابي بنص الليل فتحت الباب لقيت ذاك الزلمة لمعدل سلم علي وطلب مني أروح وياه كروة حمل بالدابات سألته على أجورتي قل لي أنطيك عشر ربيات واني هنا أنا كيفت لأنه نهاري كله أنا ما أطلع غير ربيتين فوافقت وأخذت الدابات وطلعت وياه بدون ما أسأل عن نوع الكروة أو حتى المكان لأن غرتني الكروة ومشينا لحد ما صار الفجر مكان مجهول وجزيرة واني هنا أنا خفت سألته عمي وين رايحين فقل لي عمي وصلنا وشان نوصل بصخرة عملاقة رفعها الزلمة وطلع من جواها ست قواني ذهب تعجبت من المنظر المهم حملناهن وإحنا الطريقة الرجعة قلت لأخويا أنا محمل لك ست قواني ذهب وانت مطيني عشر ربيات فقل لي تؤمر لي إليك قونية من الحمل واني هنا أنا فرحت مشينا شوية هناك وقلت لأخويا ترى آني إذا أريد أذبك أنت وقوانيك هنا أنا بالجزيرة وأخذ داباتي وأروح وبعد يوصلك فقل لي شو تريد؟ قلت لأ أريدك تقسم القواني بالنص ثلاثة إليك ثلاثة إليه قل لي ها هي مثل ما تريد بس وصني وبيك خير وتتدلل يقول طمعت النوب كلش وبعد ما ظل شي ونوصل التفتت علي وقلت لأ أقول لك ليش ما إليك ثلاثة ألي أربعة وإليك اثنين يقول تقرب علي وكان يصمتني براشدي معدل على عيني ومشى واني من الراشدي ظلني عيوني وجع عني وقمت ما أشوف صحة علي ولك عميت عيوني بعد ما أشوف وينك أنت صحة علي ردت ماكو يقول المهمة لمست القواني لقيت الموجودات واني وصلت ما ظل شي والداباتي جني على البيت السرسح لأنه يندلن الطريق وصلت البيت وما هم يضو عيوني هم يبالي كل يم الذهب وصحت على المرأة وينش تعالي يا أم فلان نزلي القواني اللي بيها الذهب وهي قال الذهب يش هاي القواني ترمت روسة راب وهس من أصيح الله لا ينطي اللي ينطيني عقب ذيك القواني الذهب اللي ما ملا عيني تريد اللي ينطيني هسه يملي عيني الله لا ينطي اللي ينطيني شاهد سالفتنا ورباطها كل هذا بسببه الطمع فهس بعض الجماعة يلغفون ويلعبون بالمليارات وطمع كاتلهم وعام بعيونهم وتالي هنفس الشي تصير تراب انت وقوانيك ومنين نجيب أبو راجد اللي يعمعيونهم حتى يبطلون طمع ولسان حال الشاعر يقول عوجة وتميل بساعة لا تامن لها والدنيا رمشة عين تقلب حملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة